معنا من باريس الكاتب الصحفي طارق عجيب طارق دعنا نتناول أولا الأوضاع حتى هذه اللحظة في جنوب تركيا كيف هي الأوضاع حتى هذه اللحظة لو تطلعني أكثر عليها مساء الخير لك ولي مشاهديك الأوضاع بشكل عام في كل المنطقة التي ضربها الزلزال هي أوضاع كارثية بكل ما الكلمة من معنى نتيجة شدة العالية للزلزال الذين ضربوا المنطقة ونتيجة الأحوال الجوية السائدة أيضا التي تسهم بزيادة المصاعب على من هم تحت الأنقاض وعلى الفرق الأنقاض وعلى كل من يحاول الإسهام في تقديم أي معونة للمتضررين من هذه الحوادث الحقيقة هناك إشكالية وخاصة أن كما ذكرنا الوقت والجو لا يسمح لي أن يكون هناك زمن يتحمل من خلاله من هم تحت الأنقاض لديهم القدرة على تحمل هذه الظروف للاستمرار في المقاومة وإيجاد أحياء تحت الأنقاض بعد ساعات أصبحت الآن نستطيع أن نقول أكثر من 20 ساعة حتى الآن أو تقريبا 24 ساعة حتى الآن هذه الظروف تسهم في زيادة عدل القتلى والضحايا لهذا الزلزال لهذا السبب في كل المنطقة في جنوب تركيا في شمال سوريا كل المنطقة التي أصابها الزلزال حتى الآن هي بتوصيف كارثي بكل ما الكلمين معنى رغم الجهود الكبيرة التي تقدم من قبل الحكومة التركية من قبل المنظمات الإنسانية من قبل الشعب بشكل عام يعني الأشخاص الذين بدون أي تأخير صارعوا للمشاركة بما يتوفر بين أيديهم من أدوات بسيطة وبدائية في ظل هذه الظروف للإسهام في عمليات الإنقاذ هذا السبب أعتقد أن على المجتمع الدولي وأن كانت تسارع لتلبية النداء أن يكون بهذه الظروف أسرع في تلبية متطلبات هذه الكارثة أو ما تستوجب هذه الكارثة من مشاركة سريعة جدا وإسعافية كما يقال للحد من النتائج الكارثية لهذه المصيبة التي أصابت المنطقة برمتها نعم طارق ما هو الموقف الأوروبي وتحرك الدول الأوروبية حتى هذه اللحظة تجاه الأزمة الحاصلة حتى هذه اللحظة في تركيا الحقيقة يعني الأزمة أو الاتحاد الأوروبية والدول الأوروبية والغرب والأمريكية يعني هناك إشكالية كبيرة في التعاطي حتى في التعاطي الإعلامي مع الحادثة أو الكارثة التي جرت في المنطقة أنهم يتم الحديث عن تقديم المساعدات لتركيا وسوريا وهنا في خلط مقصود أو عن غير معرفة في موضوع المعاناة التي أصابت سوريا بشكل كامل وليس فقط في القسم التي تسيطر عليها تركيا أو التي حتى قبل الأزمة تسيطر عليها سياسيا وتتواجد هناك من مجموعات من الشعب السوري لنتيجة الأزمة السورية ونتيجة هذا النزاع وهذا الصراع والأزمة الكارثية أيضا في سوريا لهذا السبب هناك خلل في المساعدات الإنسانية يعني كل أوروبا وحتى المجتمعة وكدول تقول ستقدم مساعدة لتركيا وسوريا ولكن لسوريا من؟ يعني هناك خلط لا نعرف الآن هناك خلط إما مقصود وغير نزيه وأما هناك عن غير معرفة سوريا الآن من الأساس هناك أشكالية في التعاطي مع هذه المنطقة الحدودية الشمالية في سوريا هناك مناطق تحت سيطرة الدولة وهناك مناطق خارج سيطرة الدولة الآن المساعدات لا يكون هناك فيه وضوح في التعاطي معها الآن التعاطي مع الأزمة السورية أو الكارثة على الأراضي السورية كيف ستتم عن طريق المنظمات غير الحكومية وغير الرسمية الموجودة في شمال سوريا والتي تتلقى المساعدات عن الحكومة التركية إذن المنطقة المنكوبة في سوريا وهي مساحة كبيرة جدا وأعداد كبيرة ونتائج كارثية من يقدم لها المساعدات هناك يعني هل أوروبا لا تصرح بهذا الكلام يعني سيكون في مغمغة كما يقول أو تهرب مقصود بقصد إقصاء الدولة السورية وبقصد زيادة الضغط عليها في ممارسة ولعب سياسي غير نزيه لا أريد أن أوصفه غير ذلك في التعامل مع ضحايا الشعب السوري الذين تأثروا بالكارثة الزلزالية بشكل كبير جدا كما نرى أيضا وليس فقط في المنطقة التي تقع تحت سيطرة الأتراك سابقا لهذا السبب أعتقد أن التعاطي الأوروبي الآن ما يجري فيه ضمن الأراضي السورية وضمن تحت سيطرة الدولة السورية تعامل غير نزيه ولا يبشر بخير حتى في القادم من الأيام في التعاطي السوري مع مستقبل التعاطي السياسي في مستقبل الأيام لحل الأزمة السورية لأن هناك حتى راقبنا في السوشيال ميديا صور الأقبار الصناعية التي تبين حركة الطائرات أن سوريا مستبعدة كدولة ومن يقع تحت سيطرة الدولة السورية مستبعد من أي مساعدات سوى من بعض الدول المشكورة مثل الجزائر والعراق والإمارات وروسيا والصين وإيران يعني وعمان وبعض الدول التي لم تأبه كما يقال بالعقوبات قسر وسارعت للقيام بواجبها الإنساني يعني هناك من يقول نحن نتعاطى مع نتائج الكارثة هذا الزلزال المدمر بشكل إنساني يجب أن لا يميز وأن لا يستغل الظرف الإنساني ليضغط على الأنظمية أو الحكومات كما يريد أن يسميها وأنما يجب أن يتم التعامل وخاصة أن هذه التجارب حتى ضمن الصراع السياسي العالمي السابقا هناك خبرة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التعامل مع هكذا حالات بحيث يكون هناك قدرة على الوصول إلى المتضررين ومساعدتهم بغض النظر عن التعاطي السياسي مع الأنظم الحكومات التي تعاديها أوروبا أو الغرب أو حتى أن كان عليها عقوبات المسؤولة التي وجدت عليها عقوبات أممية وإنما عقوبات أمريكية أوروبية شخصية نعم شكرا طارق عجيب الكاتب الصحفي كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك